ما هي فوائد قرصة النحل؟ قد يكون من المفاجئ للبعض أن قرصة النحل قد تكون ذات فوائد صحية عديدة وأنها تستخدم في علاج بعض الأمراض استخدم المعالجون قرصة النحل كعلاج لمجموعة من الحالات الصحية بما في ذلك الصداع وآلام المفاصل والطفح الجلدي لأكثر من خمسة آلاف سنة حيث تم إعطاء سم النحل من خلال قرصة النحل الحي أو الوخز في نقاط محددة من الجسم وذلك لأن سم النحل يحتوي على العديد من المركبات النشطة بيولوجياً بالإضافة إلى الأحماض الأمينية والأنزيمات التي لها خصائص مضادة للإلتهابات وتخفيف الألم وتعزيز عملية الشفاء بالرغم من أن العلم لا يدعم جميع فوائد قرصة النحل عفو المزعومة فقد أظهرت الأبحاث أن لها العديد من الفوائد الطبية القوية قرصة النحل تقلل من الانتهاب واحدة من أكثر فوائد قرصة النحل الموثقة جيداً هي تأثيرها المضاد للإلتهابات بشكل فعال وقوي وقد ثبت أن العديد من مكونات سم النحل تقلل من الانتهاب وخاصة مكونه الأساسي الميلتين الذي يقوم بقمع المسارات الالتهابية ويقلل من العوامل الحيوية للانتهاب مثل عامل نخر الورم تي أناف ألفا وعامل انترلوكين إي أل بطواحد قرصة النحل قد تخفف من الأعراض المرتبطة بالتهاب المفاصل لقد تم إثبات أن التأثير المضاد للإلتهاب الخاص بقرصة النحل له أهمية خاصة في حالة إلتهاب المفاصل الروماتويدي حيث أن إحدى الأبحاث أشارت إلى أن العلاج بقرصة النحل يؤدي إلى انخفاض التورم والألم والتيبس في المفاصل لدى الأشخاص المصابين بإلتهاب المفاصل الروماتويدي كما وجدت إحدى الدراسات أنه يمكن أن تقلل من الحاجة إلى استخدام الأدوية التقليدية وأنه يقلل في الوقت نفسه من خطره عودة الأعراض مرة أخرى قرصة النحل هي علاج للصدفية يمكن أن يساعد العلاج بقرصة النحل في علاج الأمراض الجلدية الإلتهابية كما في حالة الصدفية على سبيل المثال حيث وجدت تجربة سريرية أجريت سنة 2015 لمرضى يعانون من الصدفية اللويحية أن هذا العلاج قد يساعد في شفاء الآفات الجلدية وتقليل الإلتهاب ولكن لا تزال هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج قرصة النحل أيضا هي تخفيف للألم حيث أظهرت إحدى الدراسات أن الوخص بالإبرس من نحل جنبا إلى جنب مع الأدوية التقليدية قد يقلل من الأمل الألم بشكل كبير وتحسن من الوضع الوظيف عند 54 مريضا يعانون من الألم أسفل الظهر المزمنة مقارنة مع المجموعة الثانية التي استخدمت الدواء الوهمي قرصة النحل قد تفيد في علاج مراض الباركينسون تشير بعض الأبحاث إلى أن العلاج بقرصة النحل قد يساعد في تقليل الأعراض المتعلقة بالأمراض العصبية بما في ذلك مراض الباركينسون قد أظهرت نتائج دراسة سريرية صغيرة عند انتهائها تظهر تحسن في سرعة المشي ونوعية الحياة والتحكم الحركي وأنشطة الحياة اليومية عند المشاركين المصابين بمراض الباركينسون مقارنة مع بداية العلاج ولكن هذا يتطلب إجراء المزيد من الدراسة والبحث تنظيم وظيفة الغدى الدرقية قد يساعد العلاج في قرصة النحل في المساعدة على تنظيم وظائف الغدى الدرقية للنساء اللواتي يعانين من فرط نشاط الغدى الدرقية ومع ذلك فإن الأبحاث في هذا الاستخدام لا تزال محدودة وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات وفي يومنا الحالي يتم الدراسة في فوائد قرصة النحل لعلاج الحالات التالية ويتم دراسة تأثيره على مرض الزهايمر والتصدب الجانب الدموري والتصدب المتعدد الأم أس والإكزيما